ماذا يعني هذا الأطلس؟ أي أطلس أو أي خريطة هي عبارة عن شهادة ميلاد المكان أو هوية المكان نحن نعلم مثلا في القرن التاسع عشر والعشرين كان الاستعمال الأوروبي عندما يذهب إلى أي مكان يبسط عليه نفوذه يعمل له خارطة وكذلك بن جوريون عندما انتهت الحرب في عام 48 مباشرة بعد توقيع المعاهدة للهدنة التفاقية وليست معاهدة مع سوريا قام بتكوين لجنة مكونة من مؤرخين وجغرافيين وعلماء في التوراة ومساحين لكي يطمس الأسماء العربية الفلسطينية الكنعانية ويستبدلها بأسماء عبرية ونجح فيها وعمل خريطة لكنه لم ينجح بدليل وجود هذا الأطلس باعتبار أن هذا الأطلس هو رد على هذا العمل لأننا سجلنا فيه كل بقعة في فلسطين اسمها الفلسطيني التاريخي الذي كان سائدا طول العصور بما فيها حتى عام 1942 هذه أول مرة بعد 56 عاما من احتلال فلسطين يصدر فيها عمل مثل هذا هو طبعا صدرت خرائط كثيرة عن فلسطين بس خرائط مختصرة في صفحة واحدة عن فلسطين ولكن هذا الأطلس مكون من 450 صفحة وطول الصفحة 48 سنتي وفيه كما ذكرت في المقدمة فيه حوالي 40 ألف اسم مكان يعني تقريبا كل كيلومتر أو جزء من كيلومتر له اسم مكان وله وصف وله يعني وصف بالمكان نفسه بما فيه في الناس والأرض والمنشآت وغير ذلك كيف وثقت هذه المعلومات؟ هذه المعلومات طبعا أخذت وقت طويل جدا لجمعها لأننا لسنا دولة ولست أنا دولة وبالتالي نحصل على المعلومات من المكتبات العالمية من زورت أوروبا وأمريكا وكذلك طبعا بريطانيا فيها وثائق كثيرة جدا وعلى مدى سنوات الثمانينات جمعت عشرات المئات يعني الألاف من الوثائق والخرائط المختلفة وأيضا من الأمم المتحدة التي كان لها دور في تقسيم فلسطين وحرب 48 يعني أنت أستاذ في الهندسة لك يعني أستاذ دولي معروف وكلك مشاريعك ولكن يعني تركت علم الهندسة وتفرغت حتى أني ليس من قبيل شيء وإنما من قبيل أن يعرف الناس كيف إذا صمم الإنسان على شيء ربما أنفقت مالك الخاص كله وجهد كبير طوال السنوات الماضية على هذا المشروع لماذا؟ لأن الإنسان صاحب قضية أنا لست جغرافيا ولست مؤرخا ولست قانونيا ولست جامعا للوثائق ولكني صاحب قضية فكل من له قضية عندما يذهب إلى محكمة التاريخ يجب أن يحضر وثائقه ويجب أن يجمع معلوماته ويفهمه هو أولا ثم يفهمها لبني شعبي وبني قومه ثم عندما يأتي الوقت يقف أمام الأطراف الخصمه يعني ويواجه بهذه الحقائق ما هي المحتويات الأساسية للأطلس؟ الجزء الأول من الأطلس هو عبارة عن تحليل للنتائج التي وصل إليها الأطلس يبدأ الأطلس بتقديم تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين كيف نشأ وما هي سياساته وكيف كان أداة صهيونية لإنشاء دولة إسرائيل ثم الانتداب كان أداة لإنشاء إسرائيل نعم وفي الوقت أن إسرائيل أنشأت في أثناء الانتداب في أول عشر سنوات لأنه وضعت القوانين بالنسبة للأراضي وبالنسبة للهجرة كل هذا موثق نعم كل هذا موثق وضعت في أول سنوات وطبعا بقي مدة الانتداب لتنفيذ هذا الاتفاق كما سيأتي شرحه نجحه مثلا في الوصول إلى كميات من الأراضي سيأتي شرحها وعدد من السكان ولكن بعد الانتداب البريطاني أدى هذا إلى مشروع التقسيم فهنا مثلا أنا أسألك في البداية سؤال لماذا أصدرته باللغة الإنجليزية وليس بالعربية بالإنجليزية أولا لأن كل الوثاء سواء في بريطانيا أو في الأمم المتحدة أو المتوفرة في أوروبا هي كلها باللغة الإنجليزية هذا من ناحية المصدر المواد لكن من ناحية أيضا التكنولوجي التقنية اللازمة لعمل خرائط فكل البرامج الموجودة هي ليست معربة إلى الآن لأنه هذا استعملنا في برامج متطورة لم تعرب إلى الآن إلا ذلك مخطط لإصدار مسخة معربة؟ والله نتمنى ذلك ولكن هذا هيأخذ وقت كبير لأن المسألة ليست تلحية وأموال أيضا وأموال وجهد وما أخذ مننا عشرين سنة نرجو أنه ما يخذ شيء عشرين سنة أخرى على الأقل فترة أقصر فهنا مثلا بينا في خريطة الانتداب بعد الانتداب التقسيم اللي هي في دولة يهودية ودولة عربية في فلسطين هذا معروف للجميع ولكن اللي مش معروف الآن حصرنا مثلا كم قرية فلسطينية وضعت في الدولة اليهودية وكم عدد الناس اللي كانوا موجودين في تلك الدولة اليهودية وهم تقريبا نص سكانها أصبحوا فجأة تحت سيادة تحت سيادة إسرائيلية ثم أيضا بينا أنه اليهود في أحسن أحوال لم يكن لديهم أكثر من ألف و أربعمائة كيلومتر مربع ولكن التقسيم أعطاهم أربعة عشر ألف كيلومتر مربع يعني عشرة أضعاف هذه الكمية هذا يعني شيء كمي يعني الإنسان دائما يتكلم عن عموميات لكن هنا نستطيع أن نحدد بالضبط القرى والمدن وإلى آخره بالتفصيل الكامل عملت رصد كامل لكل القرى بالأسماء بالمواقع بالمساحات بكل شيء نعم نعم ثم بدينا بأن نعرف كيف نشأت حدود فلسطين نشأت حدود فلسطين هنا مثلا لأن كل ده طبعا كان ضمن الدولة العثمانية لم يكن هناك حدود قبلها نعم ولذلك أول حد أنشأ هو الحد اللي مع مصر سنة 1906 ولم يكن حدا دوليا كان يسمى حدا إداريا كانوا تقسيم محافظات ثم في عام 22 هذه أول خريطة وضعت للحد بين مصر وفلسطين نعم 1906 وهي صورة للخريطة الأصلية التي وقعت في ذلك العام وكذلك صورة الاتفاقية الأصلية بين الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي على عمل حدود بين فلسطين من جهة وسوريا ولبنان من جهة أخرى أيضا هذه الخرارة الأصلية بينا كيف تم الاتفاق عليها كل هذا كان يتم باتفاق بين الدولة الاستعمارية والشعب نفسه لم يكن له أي صوت في هذا الموضوع هل نستطيع أن نعتبر أن هذه المرحلة مرحلة التخطيط المبدئي لهذه الحدود الجغرافية كان جزء أيضا من عملية التمهيد لقيام إسرائيل تماما لأن الصهيونية في عام 1919 قدمت لدول الحلفاء في الحرب العالمية خريطة تقول لهم هذه فلسطينة التي نريد أن نأخذها وكل الصراع التي تم هو عبارة عن تعديل في هذه الحدود خصوصا في الجهة الشرقية يعني بالذات مع سوريا ولبنان والأردن كان دائما يعني خط نهر الأردن هو المقبول فكان بالعكس الاستعمار حدد حدود فلسطين لكي يعطيها لإسرائيل ثم بدأنا طبعا أخذنا الإحصاءات البريطانية التي هي معتمدة جدا عن 1300 قرية ومدينة وهنا عندنا في هذا الجدول مثلا عندنا كم عدد السكان في كل قرية وكم عدد الجهود في أي سنة عام 45 قبل مغادرة البريطانيا إلى فلسطين هو هذا آخر إحصاء رسمي عملته بريطانيا قبل أن تغادر 1300 قرية فلسطينية نعم في كل فلسطين نعم 1303 في كل فلسطين منها 181 مستعمرة صهيونية والباقي عربي شوف المقارنة كيف يعني الآن هما أخذوا ثلاثة أربعة فلسطين أو أكثر ولكن في عام 48 لم يكن لديهم إلا 181 مستوطنة من أصل 1300 قرية ومدينة طبعا القرية ومدينة أكبر بكثير من المستوطنات فهذا هنا تفصيل لكل واحدة من هذه ما هي نقاط عفوا التفصيلات اللي هنا ما هي موضوعات التفصيلات الموجودة فيها موضوعين أساسيين موضوع الأول السكان يعني كم عددهم وكم منهم عرب وكم منهم يهود إذا كان فيهم يهود ثم الأراضي كم من كل قرية كم هي الأرض العربية وإذا كان فيها أرض يهودية كم فيها الأرض اليهودية وأيضا الأملاك العامة كم كانت النسبة كم إلى كم تقريرا؟ نسبة طبعا يعني اللي صالها العرب بشكل كبير لأن من أصل 26 ألف كيلو متر مربع مساحة فلسطين لم يستطع اليهود أن يحصلوا بمساعدة بريطانيا الكبيرة أكثر على أكثر من 1400 كيلو متر مربع يعني 5% فقط فقط حتى 48 حتى 48 وهذه الصورة الآن وهذه المصدر بريطانيا؟ طبعا هذه كلها إحصاءات الحكومة للإنتداب البريطانية والخريطة رقم 4 تبين هذا القراءة بشكل تفصيلي إذا نستطيع نراه النقط الحمراء هي الملكية العربية والنقط الزرقاء هي الملكية اليهودية للأراضي رغم أنه لم نشاهد المشاهد النصف الأسفل من فلسطين إنما النصف الأعلى فقط نلاحظ طبعا أنه النقط الحمراء اللي هي الملكية العربية هي الغالبة وأيضا كررنا نفس الشيء بالنسبة للسكان اللي هي الخريطة ما بعدها رقم 5 فنلاحظ على هذه الخريطة أنه اللون الأحمر هو اللون العربي والأزرق هو اليهود فنلاحظ أنه فقط تواجد اليهود بأرقام عالية في حيفا وتل أبيب والقدس فقط أما بالباقي ليه الثلاث المربعات الدوائر الكبيرة أما الباقي فهو عربي صرف يعني صرف فهذه الآن طبعا في تفصيل لكل في الأطلس تفصيل لكل قرية بالزبط وتاريخها وأملاكها وغير ذلك طبعا هناك أيضا في الأطلس في تفصيل ما هي كلمة الأراضي العامة اللي كانت بريطانيا تستحوذ عليها نعم وأيضا في حبينا ندرس يمكن هذه الصفحة إذا استطيعنا راها شوية هنا هذه هي ربما بالكلمة المساحة الأراضي اليهودية في فلسطين وأي شركة استعمالية صهيونية كانت تملكها يعني ليس بشيك في أن نقول مساحة الأراضي اليهودية لكن في كل قرية كالصندوق القوم اليهودي يأملك كم والشركات الاستعمارية اللي عملها لورد روتشايلد كم تملك إلى آخره وأيضا الأراضي اللي لهم فيها حصة فقط ليس لهم ملكية كاملة وأيضا الأراضي اللي بريطانيا أعطتهم إلها كامتياز طبعا امتياز مؤقت وينتهي دوره بعد انتهاء الانتداب البريطاني تعود الأرض إلى صحابها الانتداب مزق بعض القرى أو خط الهدنة بعد ذلك نعم نعم هو لما جاء يعني التقسيم لم تلتزم به إسرائيل وأخذت بدل ما يتأخذ 55% أخذت 78% من مساحة فلسطين بالقوة الغاشمة فهذا أدى إلى أنه في 111 قرية فلسطينية تمزق تمزيقا كاملا ما شكل التمزيق؟ تمزيق أنه إذا كان بيوت القرية في مكان البير اللي بيشربوا منه أو حقولهم في مكان آخر عند اليهود عند اليهود أو إذا كان مثلا حقولهم في مكان هم لا يستطيعون الوصول إليه لأنه بعد الحدود فهنا في هذه الصورة اللي هي خريطة 6 رقم 6 هذا الجزء الشمالي من خط الهدنة في الضفة الغربية ويبين الجزء الأزرق كم أخذوا اليهود من أراضي القرى الممزقة واللون الأحمر هو الأراضي العربية اللي بقيت في الضفة الخريطة 7 هي تكملة للجزء الجنوبي من خط الهدنة في الضفة الغربية وفي الوسط في غزة أيضا وأريد أن ننوه هنا بأن كثير من العرب أو الإعلام العربي يخطئ ويسميه الخط الأخضر لكي يزيل معناه القانوني أما معناه الصحيح هو خط الهدنة يعني خط الأخضر هو خط الهدنة نعم لكن خط الهدنة يقول أنه خط مؤقت وليس له أي معنى قانوني ولا يعطي حقوق أو التزامات على أي طرف يعني يعني لابد لوسائل الإعلام العربية والصحفين والإعلامين العرب أن يعدلوا هذا لأن الخط الأخضر مصطلح إسرائيلي نعم أما خط الهدنة فهو المصطلح الدولي المصطلح الدولي السليم لأن الخط الهدنة ليس حدودا هو عبارة عن نقطة وقوف القوات في عام 48 عندما حدث الهدنة وفي كل اتفاقية الهدنة مكتوب بصراحة أن هذا الخط لا يعطي لإسرائيل حق أن تكون لديها حدود ولا يعطي لها الحق في أن الأراضي التي تحتلها حتى هذا الخط تعتبر أراضي لها فهذا شيء يعني من الأخطاء الشائعة إذا نظرنا بوجه عام لفلسطين قبل وبعد النكبة نجد المعلومات البسيطة الآتية ولكنها معبرة أول شيء أنه عندنا في فلسطين كاملا 1303 مدن وقرى نعم كما قلت سابقا منها فقط 183 مستعمرة صهيونية هذا كان قبل 1948 نعم الآن 183 مستعمرة صهيونية هو رقم صغير لكن في الواقع هو أصغر من ذلك بدليل أنه المستعمرة هي عبارة عن مستعمرة وليست قرية ومدينة بضع مئات يعني 1203 متوسط كان 300 شخص وأحيانا يصل إلى الأقل بينما القرية كانت يصل عدد سكانها بين 2000 إلى 10 ألف والمدن طبعا تصل إلى 70 ألف ومئة ألف يعني إحنا هنا أمام عملية تغيير شاملة وكاملة لمعالم دولة نعم إبادة إبادة جغرافية وتاريخية لشعب في أرضه الآن لما إسرائيل احتلت 78 في البيانة من فلسطين احتوت من 1303 قراءة احتوت منها 955 قرية ومدينة ماذا فعلت فيها؟ هذه عملت فيها الآتي 774 مدينة وقرية منها الفلسطينية طردوا سكان 675 مدينة وقرية بالكامل بالكامل فرغوها من سكانها بالكامل الآن بقي في إسرائيل التي سميت الجزء اللي أخذوه من فلسطين سميه بإسرائيل بقي 99 قرية عربية عربية من هذا المجموع الكل منها 99 قرية 87 قرية لم تغادر في حرب 48 وباقي السكان فيها و 12 قرية طرد أهلها ولكنهم تمكنوا من العودة أثناء حرب 48 الآن في الوقت الحالي يوجد لدينا في فلسطين 48 211 مدينة وقرية هو الحقيقة معظمهم قرى معدن ناصر وشف عمر بس هي قرى عربية من الـ 211 كان قديما في 99 فنشأت حوالي 112 قرية جديدة ولم تنشأ مدينة عربية جديدة في إسرائيل أبدا يعني لا يوجد مدن عربية إلا الناصرة فقط الناصرة وشف عمر أم الفحم طبعا قرية صارت في مستوى مدينة واللد والرملة طبعا ذهب معظم سكانها وبقى فيها قلي عربية بقى المدن الأخرى كلها استولى عليها الإسرائيليين وضموها وهودوها نعم بس أريد أن أقول أنه من 112 قرية جديدة أنشأت بعدها 48 في فلسطين 48 نصفها لا تعترف به إسرائيل يعني لا تعترف به لا في مدارس ولا في كهربة ولا في مية ولا طرق ولا مية ولا كهربة ولا تضرع الخرائط أصلا تعتبر شيء يعني نبات شيطاني وهذا طبعا مقصود بذلك كل هذا موثق عندك فيه؟ نعم نعم كل هذا موثق وعندنا أول مرة يعني يعني طبعا ظهرت خرائط كثيرة من قبل بس بهذا الشكل الموثق عندنا الخرائط لـ 211 قرية ومدينة في فلسطين اليوم وإذا كانت حتى الجديدة لإسرائيل لا تعترف بها نعم حتى الغير معترف بها أثبتنا على الخرائط وكذلك كل القرى القديمة التي رحل منها أهلها عندنا خرائط لها نعم نعم الآن هذا كل هذا التمزيق مع كل خريطة المفاتيح والأشياء الموجودة التي تعطي الدلالات هل هي مجرد خريطة صميتة؟ لا لا طبعا الخريطة نقول أن هذه القرية مثلا متى خرج أهلها منها ولماذا خرجوا منها أهلها بأي عملية عسكرية إسرائيلية وهل فيها مذابح أم لا وما هو مستوى التدمير الحالي في هذه القرية هل هو كامل هل هو جزئي وعدد اللاجئين منها اليوم وأين هم موجودون كل هذا التمزيق ناتج عن شيء صار جرح عميق في التاريخ العربي كل هذا بالأرقام يعني عدد السكان بالكامل كل شيء أنت موثق بالأرقام في الأطلس أنت ذكرت الآن عملية المذابح الإسرائيليين ارتكبوا مذابح كثيرة بالنسبة للفلسطينيين ما مدى وكيفية توثيقك للمذابح؟ نعم هو يعني أريد أن أصل للمذابح بس أريد أن أبين أن هناك شرح لكيفية حدوث النكبة نحن عملنا حوالي 12 خريطة تبين مراحل النكبة وكيف إسرائيل احتلت أراضي في فلسطين بالتدريج من ابتداء من يناير سنة 48 أثناء وجود الإنجليز إلى آخر مرحلة في ربيع عام 1949 كل مرحلة يوليو 49 نعم نعم كان هذا تاريخ توقيع اتفاقية الهدن مع سوريا آخر شيء ففي كل مرحلة كما هو مبين في هذه الصفحات في كل مبين كم قرية في هذه المرحلة طرد أهلها وكم عدد السكان الذين طردوا وكم الأرض اللي احتلتها إسرائيل المساحات نعم نعم فإذن هذا يعني مشيت معها بالتتابع كم خريطة هو 12 خريطة تبين يعني كل تقريبا شهرين ثلاثة من عام 48 في لا خريطة كم أخذوا أرض وإيش العملية العسكرية اللي أخذت هذه الأرض وإذا كان هناك قوات عربية أو لا غير موجودة أيضا هذا كله مثبت فإذن هذا هو تشريح لعملية النكبة التي لا نزال نعاني منها إلى اليوم نتيجة لذلك من ضمن العواقب النكبة أنه طبعا صارت مذابح كثيرة يعني فارتكبت على مدى تواريخ الـ 12 خريطة اللي ذكرتها نعم نعم الحقيقة احنا سجلنا في هذه الفترة بالذات في مسافة يعني 47 إلى 49 سجلنا 205 حوادث من جرائم الحرب لم أقول سجلنا يعني سجلنا الحادثة وأين حدثت ومن الذي اقترفها من الجهات الصهيونية وما هو وصفها وما هو المصدر الذي اعتمدنا عليه عنا 27 مصدر لهذه المعلومات معظمها مصادر إسرائيلية طبعا إسرائيلية مع أنه احنا كعرب وكفلسطينيين كنا نقول هذا الكلام منذ عدة سنوات ولكن غرب لم يصدقنا لكن الآن صار لها مصدر معترف به إذا كان العدو يعترف بذلك فالآن من ضمن جرائم الحرب في سجلنا 141 مذبحة وفضيعة إيه توصيف جرائم الحرب اللي اعتمدت عليه بالنسبة للأطلس جرائم الحرب هي الآتي هي المذابح والفضائع اللي يسموها أتروستيز وأيضا النهب النهب للممتلكات وتدمير الممتلكات وتدمير القرى وطبعا يعني يشمل ذلك أعمال أخرى اللي هي مثل طرد الناس هذا يعتبر جريمة حرب أيضا إلى آخر فمن بين المذابح عملنا خريطة لتواجدها هي خريطة رقم 9 وهي تبين مكان وقوع هذه المذابح الآن في على الأقل في 70 مذبحة كبيرة وفي 71 عمل فضيع الناس تذكر مثلا دير ياسين ولا تذكر باقي المذابح طبعا وبعدين في مذبحة أكبر وأفضع من دير ياسين ولم يكتب عنها الكثير ومش معروفة هي في الدوائمة في الخليل قتل أكثر من 400 أو 500 من أهالي القرية ووضعوا في المسجد وحرقوا يعني جرائم لا نريد وفصلت كل جريمة كيف ارتكبت وكل تفصيلاتها وعدد القتل وكل شيء نعم وكل من مصادرهم يعني نحن طبعا نعرف ذلك من قصصنا الشفوية وهي الأسف غير موثقة كثيرا ولكن المصادر الإسرائيلية تؤيد ذلك الغريب فيما يتعلق بالمذابح أنه نصف هذه المذابح ارتكب أثناء وجود البريطانيين مع أن الانتداب البريطاني من أحدى مواده الرئيسية يقول أنه المحافظة على سلامة وأمن المواطنين يعني هذا واجب بريطاني يعني مثلا مذبحة دير ياسين حدثت وأخبر بها رئيس الشرطة الإنجليزية في القدس ورفض قال هذا ليس من شأننا وترك المذبح تستمر فهذه على فكرة من الأشياء التي في الوقت المناسب تقع تحت مسؤولية بريطانيا طبعا بجانب كل هذا واستقته في الأطلس نعم نعم هذا يعني التوثيق لكن هناك أيضا هي أهمية التوثيق المذابح هنا بغم مرور المدة الطويلة عليها هل جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم؟ نعم جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم يعني كما يطارد اليهود الآن النازيين في جميع أنحاء العالم يمكن ملاحقة هؤلاء الذين ابتكبوا هذه الجرائم جنائيا وقانونيا؟ ممكن وهذا موضوع معقد قليلا لأن في أول معاهدة دولية لجرائم الحرب صدرت 1907 ثم الثانية التي هي تفاقية جنيف الرابعة 1949 ثم ميثاق روما عام 1898 الحديث الذي نشأت من أجله نتيجة له محكمة الجنيات الدولية التي طبقت في كوسفو وبوسنيا ولم تطبق في حالة الفلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر